التي لم تألفها المدينة منذ سنوات عدة حيث غطت المياه والشوارع الرئيسة فيها وبحسب توقعات هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزلي فإن الأمطار ستستمر لغاية يوم الخميس المقبل التفاصيل في تقرير راجي مصير أمطار غزيرة هطلت على محافظة النجف مساء الاثنين وصباح الثلاثة وبكميات لم تألفها المحافظة منذ عدة أعوام طفحت بها بعض الشوارع الرئيسية والتقاطعات في المدينة وبدت عجلاتها تسيير وسط أمواجد متلاطمة من المياه بعض الصغار اغتنموا الفرصة لالتقاط صور تذكارية غاطت السيارات أقبع الجيش قاعد يسحل السيارات وهي اللي بجاء يسحلها شوفوا كل هواك فوق عاطلة طيب هاي أول بداء الشتاء إذا كانوا منتصف الشتاء شلون دولة غنية مجاري ماكو ديش دولة غنية ماكو دولة مسنة ورحمة من الله المطار وخير من الله غير أن المناطق الأكثر تضرورا كانت بعض الأحياء الشمالية خاصة الحي العسكري الذي كانت سيول الأمطار فيه أسرع مما توقعه الأهالي بكثير حتى صاحب هذه العجلة لم يستطع إلا إنقاذ نفسه تاركا عجلته تغمرها المياه أنا عنده مرة أمس جابت ثق بالإحسين أمسوي عملية وغطى بالماء ما طلعت من البيت آن بيت هذا مشتري بـ 20 مليون ما طلعت بس جناسي وموبايلي كيفي لك العباس جناسي والموبايل غيرها ما طلعت غرفة عمليات خاصة شكلتها الحكومة المحلية ضمت المحافظ ونائبه وجميع الدوائر الرسمية والخدمية وشاركت فيها وحدات من الجيش العراقي بآلياتها وأفرادها إلى جانب رجال وآليات الدفاع المدني رجل المروري هذا أصر على فتح انسدادات المجاري بيده وبمساعدة بعض المواطنين فيما تحدثت الحكومة عن خسائر مادية في بعض المنازل مؤكدة فتح باب الشكاوى للمتضررين من سيول الأمطار اتخذنا كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من شدة الأمطار طبعا نحن الآن في المناطق الشمالية للمدينة منطقة المكرم والحي العسكري كميات المياه اللي هطلت في هذه المنطقة كميات كلش كبيرة وحاولنا قدر إمكان فتح عنفاق وخطوط تصريف كل الشركات المجاري العاملة في المحافظة استنفرت كل قواها مديرية البلدية الموارد المائية الدوار ذات العلاقة لا تجد خسائر بشرية وانا ما خسائر مادية خاصة في البيوت الضعيفة العديد من البيوت سقطت جدرانها وسقطت سقوفها الآن نبلغنا لأخوة مدراء الأقضية والنواحي بفتح باب دعاوى وشكاوى لغرض استحصال على مبالغ تعويضية لغرض عادة من هذه المباني مياه الأمطار لم تقتحم بيوت الفقراء فيما يعرف بالتجاوز فقط إنما طالت منازل في حي الأمير الذي يعتبر أحد الأحياء الراقية في محافظة النجف ورغم الجهود الكبيرة التي بدلتها جميع الدوائر الرسمية والعسكرية إلا أنها لم تستطع إنقاذ سكان هذه المناطق من الغرق بمياه الأمطار من منطقة الحي العسكري شمالي النجف راج نصير الحرة